إذا تحدثنا عن الثورة فهو واحد من أبطالها وإذا خذنا في تفاصيل القلم هو واحد من مجاهدي العلم كيف لا وهو من أهم أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ورئيسها الشرفي هو العالم الفذ سليمان بشنون المولود في السادس من ماي من عام 1923 بمدينة ميلة شرق الجزائر التحق بمسجد القرية وحافظ القرآن في سن الثالثة عشرة هو أشرف فيما بعد على مدرسة بتكسنة وألقى فيها دروس التعليم الديني واللغوي وفي سنة 1945 انتقل إلى مدرسة العرب تبسي بعدها شد الرحال إلى تونس ليلتحق بجامع الزيتونة حيث مكث هناك إلى غاية 1951 وبعد ذلك عاد إلى الجزائر فعينه الشيخ البشير الإبراهيمي معلما بدار الحديث بتلمسان التحق الشيخ بشنون بالثورة عام 1955 كغيره من الطلبة والأساتذة المنخرطين في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذين انقطعوا عن الدراسة والتدريس لمباشرة نضال المعارك بعد نضال الإصلاح الفكري أصدر بشنون أكثر من عشرين مؤلفاً منها الإصلاح والصلاح والجذور الشعبية في الحركة الإصلاحية وكتاب المربعات الإنسانية في الشريعة الإسلامية كتب بشنون من أجل الدفاع عن ثوابت الأمة وكذا محاربة الغزو الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية عين رئيساً شرفياً للجمعية رفقة العلامة الطاهر أيت علجت شغل بشنون منصب مستشار لوزير الشؤون الدينية سنة 1987 ثم تفرغ لإلقاء الدروس والخطب في العديد من مساجد الجزائر كما كتب في مجلة الجيش وجريدة البصائر رحل العالم الزاهد الذي أفنى عمره في الإصلاح فهو شيخ أصله ثابت في الأرض وفرعه في السماء ترجمة نانسي قنقر